اشتركوا في القناة 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 الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخي رب يعطيك الصحة والعافية. رب ينفع بيك اني حاولت نغشك رب بصراحة. والكاميرات كل تصور فيه. نرفع لك في ايدي. يود يحرك ايدك. يود يعملنا اشارة. كلك ما شاء الله على بعضك حلو زي ما يقولوا جميل جدا. لكن كان محتاج منك تفاعل اكثر. لكن هذا كل كوم. ولما قلت بيت رميت به قلبي. وفي من يمدحونك من اكونو. حقيقة كل انسان عندما يقف عند هذا البيت. يرى ان كل العالم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. العالمين كل تمدح سيدنا النبي صلى عليه وسلم. ففي من اكون او من اكون بين هؤلاء الناس كلهم ان شاء الله تكون مدح الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالتوفيق وخير. شكرا لحضرتك يا سيدة احمد. الاستيز ياسين المرعشلي. فضل. فتح الله عليك. النقاط الإيجابية انه انت متمكن ما شاء الله عليك. وعم تجيب. لكن اظن الرهبة كمان حاسك حاسك انك انت في في عنداك شوية ترهبه. تكررت كتير الجملة جملة الرسل. قررت مراه مرتين ثلاثة وكتير هيتكررت. لكن من حيث الصوت من حيث الالاداء ما شاء الله انا اظن انك انت افضل بكتير من من الآن. فاتح الله عليك. شكرا جدا لحضرتك. رأي حضرتك يا دكتور طاها. آآه الأخ أحمد أنا أول مرة أسمعك. طبعا بدون ما أسمعك قبل كده عارف إمكانياتك قد كده عشر مرات. التوتر لو القارئ أو المنشد آآه توتر يبقى لو مستوى قد كده نفسه بيبقى قد كده. ليه? الدورة الدموية بتبقى أسرع ودقات القلب بتبقى أسرع فالنفس الاكسجين بيخلص بسرعة يبقى انا اعمل ايه اخد شهيق كده قبل ما اقول مرة واثنين وثلاثة انا جاهز ادي ادي حاجة وعمل تمرين النفس فكل حلقة بنقدم نصيحة من ضمن التمرين تاخد شهيق من الانف اربع حركات تكتمو اربعة طلعهم فم في اربعة وتكرر التمرين ده كل مرة بتزود الكتمو الاخراج كل مرة بالنمى الاخذان فارب حركات ثابت ده تمرين وفي كل حلقة برضو هنقول للسادة المشاهدين تمرين للهواء اللي بيحبوا الانشاد او القراء تمرين لاطالة النفس ادي ادي نحية نحية الثانية فيه فن اسمو فن التشويق ازاي شوفو انا بكلمك دلوقتي انا بشوقك للكلام اللي جاي بمعنى انت باخد بالك انت واخد بالك دي بشي في النص بس انا ضيفة عشان اشد انت باك انت بتقول لي فيت على الورد ايه اللي حصل فانا استمتعت بالجملة وابدأ اركز معك وبعدين ايه اللي حصل قلت كده فيت على الورد اه الله وبعدين ايه اللي حصل قال لي اتشد معك انما انت حسستيني من القلق انك بتعايز تقولي الجملة وتخلص الثقة في النفس الثقة في نفسك وفي نفسك في نفسك انه هيكمل وفي نفسك كصوت هتقول كل ده احسنت ومشاء الله عليك ربنا يوفاك يا رب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة